شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى وعضو وفد الشعب البرلمانية عضو مكتب النساء البرلمانيات في الاجتماع المغلق الذي عقده المكتب ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جينيف وقدمت السيدة هالة رمزي تقريرا حول مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي كما أشهدت بجهود وأدوار مكتب النساء البرلمانيات في بحث القضايا المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة مثمنة الحرص على التعاون مع اللجان الدائمة في الاتحاد بشأن سبل النهض بالتشريعات التي تضمن حماية النساء والفتيات خصوصا في فترة الحروب والصراعات وتكفل لهن الدعم النفسي والاجتماعي والإنساني